السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم وبهذا المقطع اشلونكم بشي اخباركم ان شاء الله كله خير خلونا قبل المبدل المقطع يا اصدقائي لو سمعت اضغط لايك واذا تشون تمام اشترك بالقناة اشترك وفاعل زر الاشعارات مقطعنا اللي اعدي لهم يا اصدقائي راح يكون تغيير سعر السيزون وايضا راح نفتح صناديق الاربي الخاص بالموسم الاول فبسم الله الرحمن الرحيم خلونا نبدأ هوك يا اصدقائي طبعا بدايتين هو تغيير سعر الرويل باس او تغيير سعر السيزون وهي اسئلة وصلتني بهذا الخصوص بالتعليقات يسئلون خصوصا من نزلة عدنا فعالية اللي هي فعالية الحجز المسبق سعر الرويل باس السيزون القادم مش قدر راح يصير وجمعات 300 شدة هم راح يقدرون يشحنون او لا يا اصدقائي طبعا احنا بالبداية اه نزل عدنا اللي هو الحجز المسبق مثل ما تشفون يا اصدقائي ومثل ما شرحت لكم الحجز المسبق هو خاص انه انت تشتر السيزون او تحجز شراء السيزون قبل لا ينزل تمام طبعا هنا انا وشفنا هنا الاسكنات الظاهرة عدنا اللي موجودة واللي راح تكون بالموسم الثاني طبعا مثل ما تشفون هنا انا انا حجزت السيزون ب700 الـ 1920 شدة اللي هو تماما شحنت او سوت حجز مسبق للبلس اللي بالمقابل راح يحصل على سكين الطائرة الشراعية وايضا راح يحصل هنا على بطاقتين تخط المهمات والصندوق وبطاقتين لو قسام صندوق الكلاسيكي وايضا بطاقتين القسام الصندوق المميز طبعا هنا اللي يسأل على سعر السيزون تغير او لا هنا احنا ما راح يكون عندنا بطاقة اللي هي بطاقة التخفيض اللي كانت موجودة عندنا بالاربي اكو بطاقة اللي هي بطاقة اتخفض لي اللي هو من سعر السيزون 60 شدة فبالتالي هنا راح يصير تغيير على سعر السيزون راح يكون سعر السيزون للموسم القادم اللي هو موسم الثاني او ال اي اثنين راح يكون سعره 360 شدة بدل ال 300 ليش احنا هنا ما عدنا بطاقة تخفيض خاصة بالموسم الاول حتى ناقذها للموسم الثاني. فهنا نسعر الرويل باس راح يكون اللي جماعة اللي شحنون الجهز الاول اللي هو من اربي واحد. الحد اربي خمسين راح تشحن الرويل باس من اربي واحد. الحد اربي خمسين راح تشحنه بثلاثمية وستين شدة. حنا بهذا الموسم شحننا بثلاثمية شدة. بالموسم القادم اللي هو الموسم الثاني او الاثنين راح نشحن من اربي واحد الحد اربي اه خمسين راح نشحن بثلاثمية وستين شدة. وبعدين انت راح تاخذ الجواز اللي موجودة بالرويل باس اللي هي قيمة الشدات راح تكون من ار بي واحد لحد ار بي خمسين ايضا راح تجمع تلاثمية وستين شدة وراح ترجع تشحن من ار بي خمسين لحد ار بي مية بثلاثمية وستين شدة وبالتالي انت شحنية رويل باس كامل بس انت هنا راح تشحن رويل باس على جزءين. مثل ما قلت لكم يا اصدقائي هذا هو سعر الرويل باس للموسم القادم. اذا تشحن من راح تشحن بثلاثمية وستين شدة وبعدين راح تجمع قيمة الجواز اللي موجودة اب ال ار بي واحد الحد ار بي خمسين ايضا راح تجمع الشدات اللي هي ثلاثمية وستين شدة وترجع تشحن الجزء الثاني اللي هو من ار بي خمسين لحد ار بي مية ايضا بثلاثمية وستين شدة. فهذا هو التغيير الصار بسعر. طبعا هنا عدنا نقاط اللي قلت لكم عليها موجوده هنا وتقدر ان تفتح صناديق الاسترداد بس هنا. ينوع على شغله ان الرويل باس رح ينتهي يوم اثمنتعاش سبعة ساعة ثلاثة الفجر وبعدها بساعتين ان شاء الله بنفس اليوم اللي هو يوم اثمنتعاش سبعة ساعة خمسة الفجر رح يبدأ معانا الرويل باس السيزون الثاني اللي عنده بطاقات العفو اللي عنده بطاقات تخط المهمات يسويها او يستخدمها واللي عنده نقاط ايضا يستخدمها ويفتح بها صناديق احسن من ما يروحا بالنسبة التصفير التقييم يا اصدقائي رح يكون يوم ثمنتاعة سبعة ساعة ثلاثة الفجر رح يصفر عندنا التقييم ويبدأ معانا التقييم جديد اللي هو بنفس اليوم ثمنتاعة سبعة الساعة خمسة الفجر رح يبدأ معانا التقييم او تبدأ معانا نقاط التقييم الخاصة بالموسم القادم اللي هو الموسم الثاني فتعالوا نروح شوة حتى نفتح صناديق الاربي ممكن نحصل على اسكنات حلوة وكاء اصدقائي مثل ما تشفون هذا هو سناديق الاربي تمام عدنا هنا احنا هذه الاسكنات موجودة طبعا هنا اه تسوي الطريقة انه ممكن يتحصل بعض الاسكنات اللي انت مماخذها بالمواسم الماضية مثل ما تشوفون انا هنا محصل اغلب الاسكنات بس عندي الموسمة الاربعة عشر والشهر الاسبوع عشر اني ما انا ما محصلهن مثل ما تشوفون هذاني عدي ثلاثة اللي هم ثلاثة بدلات مثل وعدنا راس الارب ما ما محصل انا في السيزون ثاني فقط محصل على البدلة فهنا لدينا لي هو الحضر تقدر تحضر اشياء موجودة مجانية. وتقدر تحضر بعملة اللي هو اجي مثل ما تشوفون اهنا الحضر مجاني راح يكون عندك انصرين تحضر مجاني فهنا تسوي هنا انا عرض الاحتمالات بعد ما سوي عرض الاحتمالات تحضر الاشياء اللي انت ما تريدها او الاشياء اللي هي يصعد لك نسبة الحظ على باقي الاشياء اللي انت تريدها. مثل ما تشوفون انا لاحظت اهنان من تسوي او تحضر اللي هو غطاء الرأس يزيد عندك الحظ يزيد عندك نسبة الحظ هنا مثل ما تشوفون مية وثلاثين كانت اقل بس اذا اهنان سويت او حضرت بدلة اه النقاط اللي هو نسبة الحظ ما راح يزيد بالبدلات بشكل ملحوظ بس اذا حضرت اللي هو غطاء الرأس والقناع راح يصير عندك زيادة في الحظ على البدلات وعلى الاسكنات الباقي فمثل ما تشوفون انا حضرت المجانيات وما استخدمت عملة جي تمام فهذا راح افتح وياكم ونجرب وان شاء الله يطلع لنا اشياء حلوة فنقول بسم الله وراح نفتح بثمانمية وعشرة شدة يا رب يا رب ان شاء الله يطلع لنا فاتشي حلو اوكي حلو حلو يتوقع عندي تمام عندي مملوك عندي تمام البدلة ايضا هذي عندي مثل ما تشوفون طلعتنا بدلة ويطلع لنا الاسكن الاسلاح ممكن انتم معدكم هذي الاشياء فاستخدموا نفس طريقة الحظر للاسكنات حتى تحصلون هذي الجواز فنقول بسم الله ونفتح بعد مرة يا رب يا رب يطلع لنا شي حلو معقول يطلع لنا مثك اوكي ايضا هذا الاسكار عندي بس مثل ما تشوفون جا تشوفون انه تطلع لنا اشياء حلوة ايضا عندي القنبلة وايضا عندي هذا اه ما عندي حلو هذا الاسلاح ما عندي تمام لو سلاح الكار وايضا هذه المظلة عندي من يمها فندوس موافق وايضا نفتح بثمانمية وعشرة اه نقطة اربي نفتح عشر سناديق ونقول بسم الله يا رب يطلع لنا شي حلو اوكي حبيبي سلفر كل شي طيلاح سلفر هل نستسعين تخطي اوكي نفتح عشرة يا رب اوكي حتى القباة عندي تمام يا رب يطلع لنا شي حلو خلو ندس تخطي ما دس تخطي 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 حلو طلعت الخوذة هنشوفها موجودة عندنا الحلية ما شاء الله الخوذة ايضا عندي تمام والمظلة عندي ها المظلة طلعت اكثر من مرة ونانا الحلية اعتقد ما عندي لا والله همين عندي تمام هندس تخطي ونفتح يا رب يا رب البدلة عندي والله عندي هاي ما سيزون 14 والله عندي اوكي نقول بسم الله نفتح عشرة عندي 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 انها دافئة للغاية اوكي اوكي يا رب اوكي ما طلعنا اشياء يعني كلها مكررة ما عادل اسكار ما كان عندي بعد السموك اذا القنبلة طلعت ثلاث مرات تمام خليفتح تسعين وخلص مثل ما شفتوا اصدقائي هنا بس اعتقد انه طلعت ان الاشياء حلوة بمقارنة انه احنا حظننا كم شاء الله فانتو اذا عدتكم نقاط اربي استخدموا الحظر اللي هو غضاء الراس او القناع رح يزيد من نسبة الحظ الموجودة على باقي البدلات او باقي الاسكنات طبعا هذا هو مقطعنا يا اصدقائي اذا كان عندك اي سؤال او اي استفسار اكتب ليها بالتعليقات او ترسلني على قناة التليجرام الموجود رابطها بالوصف او بس اشوفكم بخير